السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل ما بدأناه في الباب هذه الوحدة الوحدة السابعة بتكلم عن خواص المواعع الساكنة وحنا قلنا ان المواد يمكن تقسيمها في الطبيعة الى قسمين مواد سلبة ومواعع المواد السلبة هي اللي بتحافز على شكلها اينما وضعت كالحديد وكالخشب وكالجليد وغيرها والمواعع هي هي لا تملك خاصية المحافظة على شكلها يستأخذ شكل الاناء او الحيزة الذي تشغله وتشمل مواعع المواد السائلة كالماء والزيت والزبق يبقى ليس لها شكل محدد ولكن لها حجم محدد وكذلك المواد الغازية والمواد الغازية كالهواء بخار الماء وغاز الوقود وغيرها ليس لها شكل محدد ولا حجم محدد تمام طبعا زي ما احنا درسنا في الوحدات السابقة ميكانيكا الاكسام السلبة احنا في هذا الباب بندرس ميكانيكا المواعع الساكنة تمام وان شاء الله باذن الله هنتكلم برضو عن دراسة ميكانيكا المواعع المتحركة في الباب اللاحقة اللاحقة احنا اليوم نستكمل كده ما بدأناه الضغط طبعا احنا قلنا الضغط وعرفناه اذا اثرت قوة سابتة مقدارها F عموديا على سطح مستوي مساحته A فالضغط في هذه الحالة بيسوي القوة على المساحة ووحدته نيوتل لكل متمربع او الباسكال لكن الدغط بيختلف باختلاف العمق وحنعرف ليه وحنثبت مع بعض ازاي الضغط بيختلف باختلاف عمق السائل مثلا انا عندي قوة القوة دايما بيسوي بيسوي وزن ووزن بيسوي كتلة في تسارع الجاذبية يعني M G طب والM بيسوي ايه رو في ال V رو في V يعني كتلة في حج لان الكسافة الكسافة هي كسافة اي مادة متجنسة من المجلب الرمز رو دي الكسافة طبعا الكسافة اللي هي عبارة عن كسافة دي الرو مادة متجنسة هي عبارة عن كتلة وحدة الحجوم من هذه المادة وطبعا هي خاصية فيزيائية المادة فلا تعتمد على الشكل يبقى يسوي كتلة على حجم يعني وحدتها كيلوجرام لكل متر مكعب كيلوجرام لكل متر ايه مكعب وابعادها عبارة عن ايه م المينس 3 دي الابعاد زي ما خدناها الابعاد طبعا الكسافة هنا يبقى الكتلة تساوي كسافة في حجم اهي الكتلة تساوي كسافة في حجم طب وحجم الحجم بيساوي لو انا عندي مثلا كونتينر بهذا الشكل انا عايز حجمه حجمه عبارة عن ايه ادي ارتفاع اتش واده مساحة المقطع اه يبقى الحجم عبارة عن ال اه في ال اتش خلاص يبقى الام بيساوي رو في ال اه اللي هي المساحة في ال اتش ارتفاع طب و ال اف تساوي ايه اف بيساوي جلنا بيتساوي كتلة في تسارع يبقى لما نحط نعمل ريها Jose دي فين الكتلة الكتلة لا جلنا بيتساوي رو في ال اه في ال اتش طيب التسارع اهو جي يبقى دي معادلة دي رو في ال اه في ال اتش في ال جي دي عبارة عن القوة والضغط بيساوي القوة على مساحة يعني هنكسم لما نكسم دي على مساحة كده عشان يديني الضغط ال اه مع ال اي بيساوي رو في الاتش في جي. يبقى عبارة الضغط يساوي رو في الاتش في جي. العلاقة تبينين؟ تبين ان زيادة الضغط مع زيادة العمق. يعني علاقة هناك علاقة ضردية بين البي والاتش. وفي علاقة ضردية مع الضغط ومع الرو اللي هي كسافة السائل. البي طبعا هنا حجم عمود السائل ورو كسافة مين السائل. اذا اردنا حسابة ضغط الكل المؤثر على مثلا مساحة سفلية مقدرها ايه? فيجب ان احنا نضيف الضغط الجوي. ليه بقى? لان انها مفتوح يعني انها معرض للضغط الجوي. يبقى لابد ان احنا عايزين لو عايزين نحسب البي توتل نحسب الضغط المؤثر على المساحة السفلية اللي هي ايه? مساحة مثلا مساء لوح موجود في سائل وعايزين نوجد الضغط بتاعه. تمام? اه اه لازم نحسب الضغط الكلي. والضغط الكلي عبارة على الضغط المؤثر على الضغط السائل المؤثر على هذا اللوح على هذه المساحة. مضافا الى مين? مضافا الى الضغط الجوي. تمام? يبقى الى ضغط عمود السائل. انا عندي مسلا زي كده ادي اريا. الاريا ايه? كساف السائل اتش وارتفاع 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 اتش. في هذه الحالة الضغط الكلي بيساوي البي توتل بي تي بساوي الضغط الجوي باتموسفير زائد ضغط عمود السائل. ضغط عمود ايه? الثاني. لان هنا فيه ضغط جوي اهو. ده كله عبارة عن ضغط جوي. لان العنق مفتوح ده عبارة عن بي ايه? يبقى لازم يضافه على الضغط عشان احنا دينا الضغط الكلي. يبقى الضغط الكل بيساوي. بيساوي بي في ايه زائد الرو في الجي في الاشي حسبناها من شوية. ده الضغط علاقة بين الضغط والكسافة. الضغط هو الارتفاع او الضغط العمق. تمام? وطبعا انتصار الجاذبية مقدر سابت. من المعروف ان الضغط الجو في الظروف القياسية بيسوي كام? بيسوي واحد ترتاشر من الف عشر سخمسة باسكال. ده عبارة عن هذه وحدة وحدة الضغط. اللي عبارة عن نيوتل وكل متل مربع. اختصارها مين اختصارها باسكال? باسكال واحد الضغط. ده عبارة عن ضغط الجوي. وهذه تمثل ايه? تمثل ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه كام? سبعة وستين سنتيمتر. مثال. اوجد ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه ستة وسبعين سنتي علما بان كسافة الزئبق. نكتبه كده. يعني مفقودة. تلتاشر وستة من عشرة جرام. لكل مين? لكل سنتيمتر مكعب. ده كسافة الزئبق. نشوف الحل. الحل كالاتي اهو. اولا الضغط بيسوي. بيسوي الاتش في الرو في الجي. الاتش في الرو مش الدي. انا رو الكسافة. خدنا عمل شوية. الاتش بكوام ستة وسبعين سنتي. ده عبارة عن الاتش. ستة وسبعين سنتيمتر. احولها للمتر يبقى اضرف ستة وسبعين في عشر وسالب اثنين متر. يعني ستة وسبعين من مية. اهي. متر. الكسافة رو تساوي تلتاشر بوينت سيكس جرام لكل سنتيمتر مكعب. عاوز احولها المين? احولها تبقى بالكيلو جرام لكل متر مكعب. يبقى تلتاشر. واحول من جرام للكيلو سالب تلاتة. وسنتيمتر مكعب للمتر مكعب عاشرة وسالب اثنين ثلاث مرات يعني عاش في سالب ستة. ده حيبها تلتاشر في عاشرة وسالب. ده عاش سالب ستة. بتطلع من فوق بالموجب. يبقى عاش سموجة بستة وما عاش سالب تلاتة. يبقى في عاش سموجة بتلاتة. يعني كام في الاخر? يعني تلتاشر الف وستمائة كيلو جرام لكل متر مكعب. اهي. مضروف مين? مضروف التطرع الجاذبية القضرية. يديني في الاخر كام? يديني في الاخر عبارة عن. نشوف ما عليش كده. اهي. كامل القيمة. القيمة بتاعتنا هدبة واحد واحد من مية في عاش سخمسة باسكال. ليه واحد اتموسفير. المقدار ده واحد اسم اتموسفير. ناخد مسال اخر. مسال اتنين. ما هو الضغط الكل في اسفل بركة سباحة بركة سباحة عمقة اثنين متر. ومملوقة تماما بالماء. شوف يعني مسألة زا كده هو ما تدينيش غير العمق اللي هو الاتش. لكن هداني كلمة تانية. هداني ايه? الماء. يبقى كسافة المية معروف. وهو عايز ايه? عايز البي توتل. تمام? شوف الحل. البي توتل زي ما قلنا بتساوي الضغط الجوي المؤسلا طبعا بركة مفتوحة للهوا. بيساوي الاتش في الرو في الجي. بتساوي. الضغط الجوي بيساوي كام? واحد اتش من الف في عاش سخمسة. ذكرناها. الاتش بكام اثنين متر. طب ورول المية بكام بألف. لان الرول الماء رو ماء. سواحد جرام جرام لكل مين? لكل سنتيمتر مكعب. لكن لما حولها للكيلو جرام لكل متر مكعب تديني الف كيلو جرام لكل متر مكعب. ده كسفت الماء اهي. وعاية الجاذبية اضية تسعة وتمين عشرة يديني في الاخر عبارة عن واحد تلتاشر من الف عاش سخمسة زائد تسعة وتمينة يديني عضول اتناشر. ممكن الرغم ده اختصره كالاتي. يبوا احد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبوا اتناشر في عشر أس خمسة باسكال. تمام? وهكذا ناخد مسال تالت. احسب الضغط على عمود. احسب الضغط على عمق خمسين متر ببحيرة. وعلى عمق خمسين تلاف متر بالمحيط. مع اهمال قيمة الضغط الجوي. اهي. الحل. طبعا احنا عايزين اولا. الضغط الجوي مع اهمال الضغط الجوي. يبوا الضغط الجوي كنا بسفر. بيساوي يباعدون. لحنا لان هنا عندنا البي توتل تساوي الضغط الجوي زائد رو في الجي في الاتش. اهمالنا ده بالسفر يباعدون رو جي اتش. الرو بتاعت الماء بألف. اهي. مدنيش غير هو ايه. بحيرة ومحيط وخلاص. تمام? مضروف كام في الاتش اللي هي كام? خمسين. في تسعة وثمان عشرة يديني المقدار ده اربعة بوينت ناين في عشرة وخمسة. طب بالنسبة للمحيط بقى. لان اهم ختمة تلاف. الهنا الروم مختلفة. الف خمسة وعشرين لان ما هي مالحة. تمام? فالكسافة تعمل بتزيد. يبقى الف خمسة وعشرين. كيلو جرام لكل متر. مضروف تسعة وتمان عشرة. مضروف تلاف ديني تمانية بوينت زيرو اربعة في عشرة والسبعة باسكال. ونكمل المرة الجاية ان شاء الله في موضوع آخر. شكرا لكم.